اشتركوا في القناة بوزارة الصحة إذن نرحب بك دكتورة في نشرة الأخبار حدثينا عن توفير وزارة الصحة لأحدى التطعيم مضاد لفيروس كورونا والمتحاورات الجديدة من نساء الخير جميعا شكركوا على الاستضافة طبعا بالنسبة للتطعيم المتطور الجديد هو قامة وزارة الصحة بتوفير هذه التطعيم التي تنتج شركة فايزر بالفيروس كورونا وهو فايزر إكس بي بي 1.5 ويعد هذا التطعيم طبعا هو الأحدث حاليا بالفيروس كورونا ومتحاوراته وبهذه تصبح مملكة البحرين من أول الدول في العالم في دخال هذا التطعيم وحيث يتم توفير التطعيم إن شاء الله للراغبين في تلقيه من المواطنين والمقيمين خصوصا للفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض ومضاعفاته من كبار السن المصابين بالأمراض المزمنة الفئات الأخراضة الأولوية والتي تحددها وزارة الصحة كل ذلك يهدف إلى توفير إن شاء الله الحماية لجميع الفئات من خلال أخذ التطعيم والجرعات المنشطة نعم دكتورة أين يتوفر التطعيم وما هي أهم الإرشادات الصحية التي يتوجهونها بهذا الشأن خصوصا للفئات الأكثر عرضة للخطر نعم طبعا نحب التأكيد على أهمية تلقي الجرعات التنشيطية من التطعيمات وذلك التعزيز المناعة للأفراد والمجتمع حمايتهم من الفيروس ومتحوراتها وكذلك حمايتهم من ضعفات المترتبة عليه تدعو الوزارة الصحة المواطنين وقيمة مملكة البحرين خاصة الفئات الأكثر عرضة للخطر المبادرة بتلقي الجرعات المنشطة من تطعيم الوزارة للإكس بي بي وان بوينت فاين في المضاعف الفيروس كورونا ومتحورات الجديدة بالنسبة للفئات المستهدفة لأخذ التطعيم هي الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة في مضاعفات فيروس كورونا هما طبعا البالغين من الأمر خمسين عام فمفوق والذين يعانوا مثلا من أمراض مزمنة كالأمراض الرئة المزمنة أمراض القلب لوعية دموية المزمنة أمراض الكلا والكبد والأمراض الأخرى بما في ذلك مثلا السكري الأمراض العصبية بالنسبة إلى الفئات المستهدفة من البالغين من الأمر 18 إلى 49 سنة هما اللي يعانوا من أمراض مزمنة أو سمن المفرطة كذلك عندنا بالنسبة لفئة الأطفال من أمر خمس سنوات وما فوق هما الذين يعانوا من قصور المناعة هذه هي الفئات المستهدفة وما ننسى كذلك العاملين الصحيين وكذلك الحوامل هذه بالنسبة لفئات المستهدفة نعم نعم الدكتورة غادة الزياني استشاري صحة عامة ورئيس مجموعة المراقبة والسيطرة بوزراء الصحة شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة شكرا